انطلقت أولى فعاليات الحملة الوطنية المشتركة بين وزارتي الإعلام والأوقاف والشؤون الإسلامية من خلال الندوة التي أقيمت في مسجد الدولة الكبير وحملت الحملة عنوان ولا تسرف بحضور ممثلين عن الوزارتين إيمانا منها بشراكة المجتمعية بين مؤسسات الدولة وتنفيذ استراتيجيتها التي تسعى لبناء علاقات متميزة في إيصال رسالتها الشرعية للجمهور أقامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الندوة الجماهيرية تحت عنوان ولا تسرف ضمن الحملة الوطنية المشتركة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة العلام والتي تنبع من قيمة إيمانية أمرنا بها الله سبحانه وتعالى بعدم التبذير والإسراف والحفاظ على المال ورعايته الرعاية السليمة هذه الفعالية التي انطلقت بالتعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة الإعلام مشكورة وستتبعها إن شاء الله تعالى فعاليات أخرى والهدف حقيقة هو توعية الجمهور الكريم لهذه المعاني وهذا لا يعني أننا نكتفي بهذه القيمة في حسب أو ننهى عن هذا الخلق الذميم فقط وإنما هناك أخلاق ذميمة كثيرة نهى عنها المولى سبحانه وتعالى وأخلاق جميلة أمر بها الله سبحانه وتعالى كذلك هي حملة بدأت من وزارة الأوقاف وتستمر في وزارة التربية من خلال المدارس وخلال الندوات التي سنعقدها في مدارس دولة الكويت هي ندوة ستعقدها أيضا ندوات في وزارة الكهرباء والماء ومراكز تنمية المجتمع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وأيضا هناك مؤتمر وطني سيعقد في شهر مارس بالتنسيق مع وزارة المالية الحملة الوطنية المشتركة تهدف إلى توعية المواطنين بعدم التبذير والحد من الإسراف موجهة إلى جميع شرائح المجتمع لغرس ثقافة مهمة يجب أن تصل إلى الجميع وهي التعامل مع المال لا سيما في الظروف الراهنة فكثيرا من الأخطاء تقع لعدم حسن التعامل في حياتنا اليومية لا شك أن هذه الحملة الوطنية تحت عنوان التوجيه الرباني ولا تسرفه هي موجهة بالأساس لكل مسؤول بالدولة لكل قيادة بالدولة لكل مواطن بأن يحافظ على ثروة البلد خاصة في ظل الظروف التي تعيشها الكويت والعالم أجمع في ظل نقص الحاد لأسعار البترول وفي ظل الظروف الاقتصادية التي تأثر على الميزانية العامة للدولة هذه الحملة الوطنية مستمرة من خلال الفعاليات والانشطة والبرامج التوعوية والتثقيفية من قبل وزارتي الأوقاف والإعلام ناصر الهاجري